طبعا اغلب الطلاب اذا 100% أو 99% من الطلاب لا يعرفون ما معنات الارقام الموجودة برقمهم الامتحاني يعني الاغلبية عبالهم انه مجرد هكذا رقم عادي بس هو بمعلومات و تقريبا خمس معلومات سوف اوضحها لكم ان شاء الله بهذا الفيديو طبعا كل رقم الامتحاني يتكون من 12 رقم 12 رقم موجود بأي رقم امتحاني لأي طالب اول رقمين على الجهة اليسرة اللي هسه مثل ما جاي شوفون انه باللون الاحمر هذا رمز المحافظة شنو الرمز المحافظة هو انه وزارة التربية محددة لكل محافظة الها رمز معين يعني هسه مثلا لو شوفون هاي نتائج الدور الاول مع العام السابق مثل ما شوفون يعني كل محافظة قدامه في ادرقهم معين يعني موت كترتيب يعني هسه مثلا شوفون هونينو 17 كاركوك 20 البصرة 16 ديالة 21 هذا الرمز الخاص بالمحافظة فمثلا انت ذاش انت من البصرة فكل طلاب محافظة البصرة راح يبدأ رقمهم اللي انتحاني برقم 16 كلهم يعني ماكو واحد انه من البصرة يطلع مثلا بداية رقم 13 او بداية رقم 16 لا مستحيل هذا الشيء كل محافظة انت من اي محافظة الها رمز خاص يبدي بي فاول رقمين هي رمز المحافظة مالدك ثانو رقمين اللي هي هسه مثل ما جاي شوفون انه باللون الاخضر هاي السنة الدراسية يعني مثلا اذا احنا سنة 2019 فراح يكون رقم 19 سنة جاي سنة 2020 راح يكون الرقم 20 وهي البقية للسانوات الجاية الرقم الخامس هو الفرع مالدك يعني مثلا اذا كنت انت من الطلاب الاحيائي فراح يكون الرقم 4 بينما اذا كنت تطبيقي راح يكون رقم 5 اما اذا كنت ادبي راح يكون رقم 2 يعني لكل فرع او كل مرحلة راح يكون لها رقم معين الرقم السالس هو جنس الطالب يعني مثلا اذا انت تذكر راح يخلو لك رقم 1 اما اذا كنت انثى فراح يخلو رقم 2 الرقم الثلاثة بعدها هي رمز المدرسة يعني مثلا من الدخلون النتائج مثل ما شوفون هاي النتائج قدامكم انه كل مدرسة بصف الاسم مالته اكوفد رقم معين هذا هو الرمز الخاص من المدرسة فكل مدرسة بالعراق لهي رمز معين اخر ثلاثة ارقام هو تسلسل الطالب على المدرسة اللي هو حسب الحروف الاجدية وهيش يعني راح يطلع على الرقم الامتحان لكل طالب يعني هسه يقدر اي طالب انه يطلع على الرقم الامتحان مالته وصل لنهاية الفيديو متكداني اغلب الطلاب او كل الطلاب تقريبا اللي هسه شوفوا الفيديو اللي اول مرة يعرفون هاي المعلومات الموجودة بالرقم الامتحاني فان شاء الله استفاديتوا من هذا الفيديو تحياتي موسيقى